بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وباد اليوم بإذن الله تعالى درسنا هو درس الصيام الدرس السابع عشر من مادة التربية الإسلامية للصف الرابع بإذن الله تعالى سوف نتحدث عن ركل مهم من أركان الإسلام وهو الصيام نتحدث عن مفهوم الصيام ثم نتحدث عن بعض من فضائر الصيام وفوائده وأداب الصيام وسننه أولا كلنا يعلم أن الصوم هو ركن من أركان الإسلام أركان الإسلام هي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا إذن الصوم ركن يعني الإيمان بهذه الأركان والقيام بها هي أساس الإنسان المسلم الله سبحانه وتعالى جعل لنا عبادات كثيرة حتى نأخذ الأجر في الدنيا وفي الآخرة يعني شيء ينفعنا في الدنيا وفي الآخرة ومن هذه العبادات هي صيام شهر رمضان المبارك ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك لم يتبقى سوى القليل اللهم بلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية اللهم أمين يقول الله تعالى في سورة البقرة الآية 183 يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ومعنى كتب يا رابع كتب أي فرض إذن الصيام لو أردنا أن نتحدث عن حكم الصيام هو فرض فرض على كل مسلم بارغ عاقل طيب ما الهدف من الصيام؟ يعني لاحظوا عندنا نشاط في صفحة 58 استنتج من الآية الكريمة حكمة مشروعية الصيام لما أقول حكمة الهدف أو لماذا شرع الله سبحانه وتعالى لاحظوا الآية كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إذن حتى نصل إلى أعلى درجة من درجات الإيمان ونصل ويصل الإنسان بصيامه إلى تقوى الله سبحانه وتعالى طبعا عادة متى نصون؟ نحن نصون في شهر رمضان المبارك ورمضان هو من الأشهر الحجرية القمرية يجب حفظ هذه الأشهر يجب أن تكون معلومة لدينا وهي محرم سفر ربيع الأول ربيع الآخر جمادة الأولى وجمادة الآخر رجب شعبان رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة رحضوا ما قبل شهر رمضان هو شعبان معروف عادة مفتي المملكة الأردنية الهاشمية وكنا بنعيش أو بنحب بنشوف هذا الشيء أنه في ليلة 29 من شهر شعبان بيقوموا بيتحروا بهلال شهر رمضان فإذا تمت رؤيته يعلم أنه ثاني يوم أنه غدا هو أول أيام رمضان فإن لم يثبت بيكون في ليلة 30 من شعبان فبتكون في هذه الليلة يتحرى المفتي أيضا إذا رأوا الهلال رسول صام يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته إذن الصوم يكون في شهر رمضان المبارك طيب أولا رح نحكي عن مفهوم الصيام الصيام يا رابع لاحظوا معنا هو امتناع المسلم يعني يمتني عن المسلم يعني امتناع تام عن أي شيء من المفطرات مثل الطعام أو الشراب من طلوع الفجري إلى غروب الشمس إذن الامتناع يعني أمتني أنا كمسلم أني أضع أي شيء في فمي سواء طعام أو شراب أو أي شيء ممكن أن يكون داخل الفم من طلوع الفجري إلى غروب الشمس هذا مفهوم الصيام نركز عليه امتناع المسلم عن سائر المفطرات من طعام وشراب من طلوع الفجري إلى غروب الشمس إذا الوقت مهم من طلوع الفجري لما يؤذن المؤذن بمجرد أن قال الله هو أكبر لأذان الفجر هنا أمثن عن الطعام متى؟ إلى غروب الشمس يعني إلى أذان المغرب إلى أن يقول الله أكبر المؤذن وانا ايش بفطر اذا مفهوم الصيام واضح الصيام له فضائل وفوائد كثيرة تعود علي انا كمسلم اذا صمت في الدنيا وفي الاخرة رحضوا ونحكي عن فضائل الصيام وفوائده في الاخرة اولا اذا صام المسلم يعني هذا في مخص الاخرة اذا صام المسلم فانه ينال الاجر والثواب العظيم من الله تعالى معروف كل عبادة لها اجر لكن الصوم بكير عظيم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من صامه رمضان ايمانا بالله واحتسابا يعني هدف منه الاجر غفر له ما تقدم من ذبه اذا يغفر الله سبحانه وتعالى الذنوب نسأل الله تعالى ان يكون او نكون باذن الله تعالى ممن يغفر ذنوبه ثانيا الله سبحانه وتعالى اعدى يعني هيك نوع من جائزة وتكريم للصائم اعدى للصائم باب في الجنة لا يدخل منه الا الصائمون يدعى باب الريام ثالثا المسلم في صومه يشعر بالفقراء والمحتاجين ويعطف عليهم كيف؟ انا لما اصوم وامتنع عن طعام وشراب اشعر انه فيه اناس لا يجدون الطعام ايام واسابيع وهناك اشعر فقراء محتاجين ما معهم لكن احنا بنصوم هم او شي طاعة لله سبحانه وتعالى فاذا يشبخلين اشعر انه لا فيه هناك اناس بحاجة الى الطعام والشراب اذا اعطف عليهم رابعا يعلمني الصوم الصبر معروف الصوم فيه مشقة امتناع عن طعام وشراب انا بصبر بصبر على الجو اصبر على العطش ارضاء لله سبحانه وتعالى اذا اتعلم الصبر واخر اشي خامسة اعتاد النظام في امور حياتي كلها الانسان يعتاد النظام في حياته يعني هناك وقت للسحور وقت للفطور وقت اداء العبادات معينة للصلاة وقت لقراءة القرآن يشعر انسان انه بلشت حياته في هذا الشهر منظم غير كل الاشهر فيخرج من شهر رمضان واموره ايش كلها في نظام بإذن الله تعالى طيب هناك فوائد للصيام وفضائل بتعود على جسن الانسان على صحة الانسان سومه تصحه الصوم فيه صحة للبذن يعني اولا ينظف الجسم من السوم ايضا يعمل على اراحة الجهاز الهضمي ويعمل على خفض نسبة السكر في الدم هذا هو نناقش يا رابع انه في صفحة 59 طيب هناك اداء للصيام وسنة طبعا الصيام لا يعني فقط ان نمتنع عن طعام وشرب احنا نمتنع عن كل شيء ممكن يغضب الله تعالى على الاصل ان انا كمسنع مش بس في شهر رمضان مبارك امتنع عن المعاصي وامتنع عن الذنوب لا الاصل انا كمسنم هذه الاشياء ما تكون موجودة في حياتي لكن اكثر ما يجب ان يمتنع عنها الانسان ويجاهد ويجاهد ويصبر في شهر رمضان مبارك بانه الاجر مضاعف يعني الانسان يتصدق في الاشهر غير رمضان ياخذ اجر باذن الله لكن الصدقة في رمضان اجرها مضاعف انا بقرأ القرآن في الاشهر العادية يعني غير رمضان لكن في شهر رمضان قراءة القرآن له اجر عظيم وكلنا باذن الله تعالى يعني هيك باللاحظ نوع من انواع التصابق في قراءة القرآن الكريم وختم القرآن الكريم يعني حلو يكون عندنا منافسة في حفظ القرآن الكريم لا لاجل المنافسة يعني لاجل انه انا اتنافس على شيء في الاخرة وليس على شيء في الدنيا اذا من هذه السنان والاداب التي يجب ان يقوم بها الانسان المسلم في شهر رمضان المبارك لاحظوا معنا اولا الحرص على ان يتناول المسلم السحور الرسول صلى الله عليه وسلم قلتها شحروا فان في السحور طبعا الانسان ليش بدي يسحر اوش فيه بركة كما اخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم ثانيا حتى يستطيع ان يتحمل مشقة الصيام واضح انه جهور وعطش ثانيا ان يحفظ الانسان لسانه عن الغيبة والنميمة والغيبة والنميمة هي من الكبائر التي ربنا يعني اتحدث عن الناس بما يكرهون استغيب الناس والنميمة لا ابتعد احفظ لساني اجعل دائما لساني بذكر الله سبحانه وتعالى بالاستخفار بالتسبيع ثالثا في رمضان المبارك بما انه الاجر مضاعف اذا احاول اني اكثر من الاعمال الصالحة كي قراءة الكرآن الصلاة خاصة النوافل عندي واجبات بطالحة عندي فيه هناك اعمال تطوعية يعني انسان من نفسه يتطوع يتطوع حتى يفعل هذه الاعمال بما يعود على المجتمع من خير بإذن الله تعالى اتجنب الغضب الغضب شيء يعني للأسف بلاحظة على كثير من الناس في شهر رمضان المبارك انه انا معصب او انا غضبان لانه جعان لانه عطشان لانه لا الغضب من الشيطان يعني جاء رجل الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله انصحني قال له لا تغضب فقال يا رسول الله يعني بدي نصيحة منيحة تفيدني فقال له لا تغضب وكرر له الرسول صلى الله عليه وسلم ذلالي على ان الغضب منهي عنه لانه من الشيطان قد يفعل انسان من غضبه اشياء قد تغضب الله سبحانه وتعالى وقد يغضب الله سبحانه وتعالى عليه واضح فالانسان يبتعد عن الغضب يتحلى باخلاقه الحسنة اذا انا صايم لازم تكون هيك اخلاقي كلها حسنة لازم اكون انسان عندي حلم اغضب غيظي ليش اعصب لا داعي بان الانسان يغضب خامسا عدم الاسراف في الاكل والشرب يعني الناس هناك وناس يعتقدون ان رمضان انه ألذ الطعام واسراف وتبديل لا انا رمضان حتى اشعر مع الفقراء احس في المحتاجين فيجب عدم الاسراف في الاكل والشرب اذا هذه هي ايش سنن يجب ان يحرص الانسان على فعلها في شهر رمضان المبارك من رحمة الله سبحانه وتعالى يا رابع انه معروف ديننا دين يسر وليس دين عسر ربنا رحيم بنا ولا يكلف الله نفسا ان لا وسع فاذا انسان اصابه مرض او اضطر انسان انه يسافر في شهر رمضان فيباح له لانه السفر فيه مشقة واذا اصابه مرض المرض اللي فيه تعف فالله سبحانه وتعالى اباح له ان يفتر بشرط ان يقضي بعد انتهاء شهر رمضان المبارك هذا كان درسنا لهذا اليوم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين وعجل السلام عليكم ورحمة الله